اشتركوا في القناة الى هذا الانسان الذي هو مصرف من مصارف الزكاة الثمانية ولكن المسكين الحقيقي هو ابن ادم الذي لو خاف من النار مخافته من الفقر لنجى منهما جميعا ولو رجى الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا هذا المسكين الحقيقي الذي هو خائف دائما من الفقر خائف دائما من الغد متوتر في حالة من الاطراب النفسي لانه يخاف ان يستغني عنه صاحب العمل او ان سبحان الله تغلق عليه بعض من ابواب الرزق او يظن ان رزقه في يد احد الا رب العباد سبحانه وتعالى او ان سبحان الله العظيم لا يجد ما ينفق به على اولاده وبناته الذين رزقهم رب العباد بهم الكارثة الكبرى انه ينسى ان الله هو الرزاق بالقوة المتين وان الله يرزقني ليس لكد مني لا انا وانا في بطل امي ما هو الكد الذي اعمله ما هي الاجازات العلمية التي حصلت عليها ما هي الحركة التي اصنعها حتى استطيع في خلال تسعة اشهر او بعد الولادة في خلال السنوات الاولى من العمر سبحان الله من الذي يرزقني من الذي يعطيني القضية ليست الاسباب مطلوبة والاسباب مطلوب الانسان ان يطرق ابواب الاسباب حتى يفتح رب الارباب ابواب رحمته لكن هذا هو السبب لكن اليقين الكامل ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين فلو ان الانسان الحقيقي او المسلم الحقيقي المؤمن الصادق هو الذي لو خاف من النار مخافته من الفقر لنجى من الفقر ونجى من النار نفس القضية الكل يرجل غنى وتنظر انت الى مجلة فوربس او غيرها وهي تعرض ارقاما عند الاثرياء وتتحسر وتقول او يقول بعض ضعاف الايمان اين كنا عند توزيح هذه المليارات اذهب الى المستشفيات وقل اين كنا عند مرض هؤلاء هذا مريض بكذا وذاك مريض بكذا وهذا مرض مستعصي وهذا مرض سبحان الله اذا القضية غنم وغرم فانت اذا رجوت الجنة بعمل حقيقي كما ترجو الغنى على نفس الدرجة يعني فوزت بالغنى وفوزت بالجنة واذا سبحان الله خفت من النار خوفا حقيقيا واتقاويت رب العباد سبحانه وتعالى في ان لا تدخلها باعمال صالحة والابتعاد عن ما يغضب الله عز وجل كما تخشى وتخوف من الفقر لنجوت من الفقر ونجوت من النار نسأل الله سبحانه ان يرزقنا فهما لدينه وان يرزقنا حقائق الامان في قلوبنا ان ربي ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم